الأربعون في السيرة النبوية مع حسن شاهين الإمام النووي الله يرحمه أبو زكريا يحيى أبو شرف النووي صاحب كتاب رياضة الصالحين ما في مكتبة في البيوت ما في مكتبة في بيوت الناس إلا فيها كتاب رياضة الصالحين وهو من الكتب الرائعة والجميلة والتي لقت رواج مرة كبيرة إلا ألفها اسم الإمام النووي وأيضا الإمام النووي رحمة الله عليه ألف كتاب آخر سمال أذكار مشهور كتاب الأذكار للنووي والإمام النووي رحمة الله عليه ألف شرح لصحيح الإمام مسلم وعنده المجموع شرح المهذب في الفقح الشافي هو عالم من أكبر العلماء وبالمناسبة الإمام النووي مات مرة صغير مات عمره 49 سنة رحمة الله عليه هذا الرجل سمع الدنيا كلها وسمع الكون كل العلم أمات عمره 49 سنة أو أقل كما تخيلوا يعني هذا العالم الرهيب ألف كتاب سمى الأربعين النووية في حديث طبعا الحديث هذا ضعيف من حافظ على أمتي أربعين حديثا أحيى الله قلبه حين تموت القلوب وما شبه ذلك والحديث طبعا ما هو صحيح يعني وهو الإمام النووي قال أن الحديث هذا ما هو صحيح لكن العلماء سبحان الله عجبه منهم يألفوا أربعين حديث في شتى المجالات الإمام النووي ألف سماها الأربعون النووية وبدأوا العلماء إلي ألف أربعون في المرض أربعون في المنامات أربعون في السحر والخزعبلات أربعون في التوحيد أربعون في الأخلاق أربعون في الأعمال والتجارات سوف تجد لو سويت سيرش على جوجل ستجد كثير من من ألفوا أربعون 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 هكذا يعني مستمر أربعون حديث طبعا الأربعون حديثة التي تجمع هي حديث صحيحة كلها لكن زي ما قلت لكم مبنى الفكرة حديث غير صحيح لكن ما لنا مبنى الفكرة كونك تجمع كتاب وتخلي في أربعين حديث حلو في تسهيل شفظ الأحاديث عن الناس تسهيل تداولها أكثر كتاب حصلت له شهرة هي الأربعون النووية للإمام النووي رحمة الله عليه اللي هو يبدأها بحديث إنما لأعمال والبنيات وإنما لكل مريء ما نوى ومن أشهر من طبعا الشرحت كثيرة بالمناسبة الأربعين النووية شرحت كثير جدا من أشهر من شرحها إبن رجب الحنبلي رحمة الله عليه الإمام إبن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم شرح خمسين أحاديث من جوامع الكريم الإمام إبن رجب الحنبلي أخذ الأربعون النووية هي أكثر من أربعون هي كانت ثلاثة وأربعون وأضاف إليها سبعة أحاديث فصارت خمسين حديث شرحها في كتاب من أراد أن يقرأ الكتاب هذا فهو سوف يعيش أجمل لحظات حياته ويتنقل بين أجمل الأوقات اللي هو جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكريم هذا كتاب كبير جدا وموسوعة حديثية أخلاقية علمية فقهية كل اللي تبغى تقول عليه أنا الكتاب اللي بيني الديني واللي يعني أردت أني أنا أقوله للناس في الإذاعة وسوف أنسب الفضل للمؤلف الكتاب هو اتنين ألفه الدكتور عادل بن علي الشدي والدكتور محمد بن عبد الرحمن العربي وهذا الكتاب كتاب جميل جدا وكتاب موجود وكتاب مفسوح ومطبوع ومنتشر وهو أربعين حديثا طبعا أيضا هم لما ألفوا الكتاب وضعوا الأربعين حديث ووضعوا لها شرح بسيط وأنا أريد أن أقرأ الشرح البسيط أريد أن أضيف عليه شروحات من عندي حتى يصير في لي جهد في هذا الكتاب وكما ذكرت لكم إضافة الفضل إلى أهله إضافة العلم إلى أصحابه إضافة الخير إلى من بدأ هذا الخير الدكتور عادل الشدي والدكتور محمد عبد الرحيم العربي جزاهم الله خير رب يوفقهم ويسعدهم ويبارك لهم والكتاب بالمناسبة منتشر بين الناس وموجود وأعتقد أن كثير من الناس الآن لما يسمعوا هذه الأحاديث حينبسطوا لأنهم سمعوا جهد كبير مبني على أبحاث علمية وعلى تعب علمي كبير الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر قول الله تعالى في القرآن وأنذر عشيرتك الأقربين في سورة الشعراء آية 214 صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم كنتم مصدقية قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد متفق عليه الحديث هذا واضح أنه هو جزء من أجزاء السيرة النبوية النبي اللهم صلي وسلم عليه لما ربنا أمروا بأنه يعلن الدعوة هي الدعوة قاعدة تلات سنين سرا بعد كده ربنا قال وأنذر عشيرتك الأقربين خلاص ابدأ قول للناس أنه في دين وفي شريعة وفي وضع جديد في العالم تغير ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صعد فوق الصفا ما يميز القصة هذه أنه النبي كان مشهور بالصدق صلى الله عليه وسلم الصدق الكامل المتكامل النقي العظيم الجميل وكان يسموه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم الآن ناخد بعض غريبة الحديثة كلمة غريبة اللي هي الألفاظ الحديث بطون قريش جمع بطن والبطن دون القبيلة وقد يطلق أيضا على القبيلة والمراد طوائف قريش أفراد كل أفروع قريش دعاهم صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة هذا الحديث هو الذي قال فيه أبو لهب واللي كان يحب النبي حب عظيم أبو لهب أعتق جارية له اسمها ثويبة جارية لأبي لهب اسمها ثويبة أعتقها حينما بشرته بولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب فحمزة بن عبد المطلب والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إخوان من الرضاعة عن طريق ثويبة هي جارية كان يمتلكها أبو لهب أبو لهب اللي كان يحب النبي حب شديد في هذه الحادثة قال له تبا لك لهذا جمعتني يعني كلمة مرة كبيرة كلمة مرة كبيرة لكن سبحان الله أراد الله سبحانه أن يكون هذا الرجل الذي يحب النبي حب عظيم وحب كبير يكون هو أحد أكبر أعداء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم على خير دمتم بحب وسلام وفي أمان الله ألف ألف FM